ليست الجرافات وحدها من تشارك في عملية بناء مستوطنات الصهاينة من خلال هدم قرى أصحاب الأرض ولا قوة السلاح الذي يحمي أمن تلك المستوطنات لكن مصارف كبيرة تقف خلف أكبر عملية لتوطين اليهود في ضفة الغربية المحتلة منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أماطة اللثامة عن دعم غير محدود تقدمه سبعة مصارف كبيرة في الأراضي المحتلة بهدف المساعدة على دعم وإدامة وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة ورعاية مشاريع أخرى حتى اكتمالها هي من أبرز الخدمات التي تقدمها هذه المصارف في سبيل نقل السكان بشكل غير قانوني هيومن رايتس أكدت أن نقل المحتلة سكانه المدنيين إلى الأراضي المحتلة وترحيل أفراد من سكان الضفة الأصليين يعتبر جرائم حرب تشترك فيها المصارف المذكورة وإضافة إلى مشاريع البناء تقدم المصارف الصهيونية قروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات وتدير فروع المصارف هناك بينما لا يسمح لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين دخول المستوطنات إلا كعمال يحملون تصاريح خاصة اللافت أن معظم هذه المستوطنات يتم بناؤها على الأراضي التي أعلنتها سلطات الاحتلال أراضي مملوكة للدولة ما يعني إمكانية شمول الأراضي التي انتزعت بطريقة غير قانونية من الملاك الفلسطينيين واستخدمت بطريقة تمهيزية أما بالنسبة للقانون الدولي والإنساني فأنه يحضر على الكيان الصهيوني كقوة محتلة استخدام الأراضي إلا لأغراض عسكرية أو لمصلحة السكان المحليين الذين يعيشون تحت حكم الاحتلال دعم المصارف الصهيونية السبعة استمرار إنشاء المستوطنات لا يمكن أن يتم دون إسهامها بعمليات التمييز والتهجير وسرقة الأراضي من الفلسطينيين ليفاقم هذا الدعم المصرفي معاناة الفلسطينيين الذين اكتفوا بالتفرج على أراضيهم وهي تستوطن عنوى ترجمة نانسي قنقر